موبيل اسمه يشواجده ولا قضيات تاسموشواجدين ولا قضي إذن باش نوضح الصورة أكثر ونقوله ببساطة يا أستاذ ألي إذا كان المشكل ليس هو جيزي والمشكل ليس هو تقني المشكل أي المشكل هو عندنا أرجيري تليكوم نعم عندها الوقت الذي نحضر إليه عندها مليون ومئتين ألف تاع تاع الابوني تاع دياسل هذو كل متربطين بالانترنت بلا لينفيكس نعم هاتف الثابت بالهاتف الثابت أرجيري تليكوم هذا ما عندها مدخول عندها غير التليفون هذي أولا دياسل فوق التليفون ذو كالناس كل تشكي بالكونيكشون تاع الجيري تليكوم كنت هذر عليها مقبيل وكلنا هذروا عليها يقول لك أنا نخلص 1 ميجا وعندي يغرسون 98 وعندي يغرسون سينسون سينسون ولي خلص 2 ميجا عنده قل هي رايحة يسمى ذو كاكي تجي إنتايا تدير لاترواجي موبيل عندك لك هذي كمان هذروا مقبيل لاترواجي نعم وتبدأ في الدو ميجا وعلى بلنا بللي في اللاترواجي موبيل عندها استندارت تاعها يقول لك نعطيك دو ميجا يعطيك دو ميجا بعدها ينسوك بارتاجي وشنوه عندك دو ميجا ولكن عندك حزم كبير ولاترواجي على بلنا بللي توريكوم تطع حتى 1000 ميجا غير شوف تفكر بركة الناس كتشوف بللي كاين لاترواجي جات وعندها دماري في دو ميجا ونقدر جيب سميجا بطريقة آلية يهربوا كل من عند الارجيري تيليكوم يروحوا يدون لاترواجي وسيشل الارجيري تيليكوم ما عليها غير تقفل البيتا وتروح بالصح ما تنسى أجب لي الارجيري تيليكوم فيها 20.000 أمبلوية شركة راي عالك لها أسبيا والبروبيريتاريونيك تحولتها ولكن الارجيري تيليكوم تقدر هي تطلق التقنية الترواجية والناس كانوا مستفيدين مع أضياسات تتفادوا من الترواجية الترواجية هي الموبيل وهم داروا أخرى من هاتشي العاملي فات نانساو وهذا الوزير كان يهضر ذوك قال باللي الترواجية اللانسوها قبل الأفاة دمينانس في نوفمبر وباش أرجيري تلكم ما قال هاش ما نقولها باش أرجيري تلكم ما تخسرش في اللافير هاو نعطرها لكاتجي هذي اسمام باش ما تخسرش في اللافير حاب يقول باش يرفدها وعلى باله وبالي يكون يعطي الترواجية براك الموبيل شوف نهار اللي جانا تليفون الموبيل واش صار يخي واحد ما عاد يبدو موضيف لالين فيكس واش صار أرجيري تلكم أرجيري تلكم بدأت تروح فيها هذا عدوش نقول الكلمة المحسوب السهلة بدأت تروح فيها عادوا خلاصوا لهم الدرهم وعادوا يتشبطوا ومعروفا ش يديروا يخي بدأوا يخلطوا وجابوا جوابا درجوا عندهم وبدأوا يطلعوا في الأسعار وبدأوا على خطراش واحد وضعوا يدير تليفون فيك فوش يديروا بها الناس كل عند الموبيل وضكوا كل شيء الأنترنت نفس المشكلة ذوكوا موسيقى التليفون لا يعطي مشاركة لكي نتخفي هؤلاء عادية حيث أكثر كل شيء الأنترنت يجب اللي يجب تلك الفو ونحن نحق للدرجات ونحق للدرجات ونحق لدخدمات واننا نحق لدخدام نتخيله ونعطينا لذلك زيادة لذلك الجليتيريكم رأي في التقويل حصلت وكان ذلك يجعلون الأطراجية تخرج مع لهم غير يجعلون حل الـ 25.000 عملية الجليتيريكم وليس يديرون بهم لأن الناس كلهم تهرب لا يزيدون في الإزابونة لأن الانترنت يرهم مليون برك نظرنا في 6 ملايين ويقصون الناس كلهم تروح الموبيل جميل جدا هذه هي لاريزان يدوروا ويقول لك جيزي ويقول لك ما نشواش دين ويقول لك استنى هي للسوليشون هذه جميل جدا في نظرك أستاذ هو السبب الرئيسي أستاذ يونس في نظرك أنت هناك بعض الكلام يقال بأن التقنية تعطل فيها لدواعي أمنية يعني الشعب تعنا والمواطن يسمع كثيرا هذه الكلمة دواعي أمنية أنا أحب أن نعرف هل الخوف من طوفان معلوماتي سينجرع أنها إطلاق هذه التقنية تعود المعلومات تنتشر بصورة آنية وفعالة وبصرعة كبيرة هو الذي يخلى الناس تقول دواعي أمنية ولا أخلى أطراف تقول دواعي أمنية ما هي الملفة على الترواجي وتالي تكنولوجيا بصفة عامة يعني الحكومة أصبحت يعني في بضعيات مهزلة يعني ولو يبروا بأشياء لما عندنا لا أساس يعني بش نرجع لهذه قضية جيزي كيف في العالم بلدان الجيران عندهم ترواز أوبيراتور نهارا يمدوا للترواجي يمدوا الواحد وما صرت لا معرك؟ ندروا القانون هما ننفسهم وما دروا شروط قال نحنا نمدوا الواحد بعد سنة نزيد للثاني ومرا المشكلة صارت؟ هذه مؤسسة سيدي عندها مشاكل مع ضرائب ولي عند البونه ولا ما يجدك لالي الخدامين والشعب وش دخله يعني دور كان أحبّي تندير قانون نطبقوا على الخبازين مثلا قال نحبين نديروا قانون جديد نطبقوا على الخبازين باش هما يستفادوا والخدمات تزيد والخبز والليل نوعية باش نطبقوا على خطرقين وحد الخباز في ودو شايح مخلّش الليزان فوق ماذا العقلية هذي؟ يعني دولة تريزوني بها الطريقة هذي؟ قال أنا نسنو جيزي، وقعنا جيزي ولا يتحكم في البلاد؟ هو اللي يتحكم في البلاد؟ هذا الأمر الأول لما قلت جيزي اسمحتي على المقاطعة أستاذ لما قلت أن جيزي هي سبب أنا أريد أن أسألك سؤال هل مشكلة شركة يعني هو يخلي دولة أكل بدون ترواجي؟ هذا هو، هذا سؤال مقروح بسبب جيزي، مواطن يعاني؟ الناس اللي يسمعون ناظر لا أسكن في عقلكم، تقبلوا هذا العذر هذا اللي الناس يتبجح بيه كل يوم يا هضره، وشوالك اللي يقولنا حاجة يعني أعيب الناس يتشوف هنا من الخارجة دولة كامل دولة دولة كيمة زي ملايير دولارات مبلوكية خطر كم واحدة شركة عندها 3000 خدام؟ عندها مشكلة أو شيء على جهة 3000 خدامة؟ يمكن شركة، هذا في حالة مائدة يعني يعني باش نشوف ونبعد يجيبوا أعذار أخرى هاي موبيليس ماشي وجدها أو الشعب ماشي وجد تكنولوجي ونبعدها دواعي أمنية لو كان ديرونا طرواجي، يدخلونا الفيسبوك يبدو يديرونا ثورة الرابع العربي ثم الشعب تزير يولي باس عليها وفرحان عنده السكنة عنده لباس لو حتى يجي لإنترنت باشي يقبل اللي ما عنده السكنة بل يروا بلا خدمها وعلى الشابة اللي ينظف الجانوب وعلى رحلها الفيسبوك واش في يقول ثم الشابة وقاعد أولا بس عليه مرتاح وبعدها لازم ديرو لطرواجي باش يفيق قاوي سيفري ما عندهش خدمه، ما عندهش سكنة يعني هذه أعلات نظرك أعذا رواه يا أستاذيون لا ما عندهش يعني شوف هي صح وش كان يقول الأخي علي فيما يخص الجيري تيليكوم؟ الجيري تيليكوم هي حجر عاثرة في تطور التكنولوجيا والشركات اللي تبعين القطاع يعني جزائر الاتصالات ولا بارد الجزائر هذو الشركات ما تغيروش ما زادوا ولا خدمة زيادة على وش كانوا يديروك يكونوا في الوزارة علاش؟ لأن الناس اللي ميسيروا فيها سيناس اللي كانوا في الوزارة حبسو في الثمانينات روما بنفس العقلية يعني روشو بارد الجزائر روشو في الخدمات اللي قدمها وروح أحكم بارد تونس ولا بارد الفرنسي وشوف الخدمات فرق شاسع هذه مؤسسة اقتصادية وتقدم الخدمات يبيعوا الورد يبيعوا المعلومات البيانات الكتب بالفيل وكل شي يديروه بارد نحن مازال السيونة لا يستطيع شارك ولكن أستاذ يونس هناك من يقول لك بأن الشعب الجزائري كامل عندهم هاتف نقالة متطورة يعني أغلبية كما قال الأستاذ يونس 35 مليون هاتف نقال إطلاق التقنية عند البعض يقول لك الجزائري ستصبح عبارة عن 35 مليون صحفي يصبح الجزائر مكشوفة هناك من يقولك لا نحن نكشف جميع الأمور في الجزائر وهذه أسرار الدولة وهذه أسرار تاع مؤسسات وهذه أمور أخرى يعني هناك قول وهناك فرضية لا دركة منا وعلى تزيرين ما وشي دخلوا الانترنت كان 4 ملايين تزيرين اكثر من 4 ملايين تزيرين في الفيسبوك وشين أسرار ما يجبدو يجبدونا زعما أسرار تاع فضيحة صنات راك الناس كل سمعت بها واش زعما نخبيوها زعما وإحنا ما اسمعنا بها حتى نحضروا بها في الخارج والناس راح تسمع وعلى تغطي وعلى أرى أنا في عالم مفتوح العالم الآن أصبح قرية صغيرة ذرك حتى نحيلي الانترنت أبل موبايل نقدر نتليفوني للناس كلهم يقول له مشكلة ترجمة نانسي قنقر